بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحباء الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا التسجيل بإذن الله هو مخصص لمستوى السنة الأولى من تعليم المتوسط ويتعلق بميدان الظواهر الكهربائية وبالضبط مع موضوع النموذج الدوراني للتيار الكهربائي واتجاهه أي ما زلنا مع موضوع الدارة الكهربائية إذن سنستغل هذه المحاكات أو هذه الصورة التي معنا من خلالها يمكننا أن نعرج على مجموعة من الموارد المعرفية الموارد الأول يتمثل في مفهوم الدارة الكهربائية يعني من خلالها التركيبة ما هو مفهوم الدارة الكهربائية كما رأينا في دروسنا الدارة الكهربائية ما هي إلا مجموعة من العناصر الكهربائية متسلسلة أو متصلة ببعضها البعض وبمولد أو عمود كهربائي على الأقل هذا مفهوم الدارة الكهربائية ومنها نستطيع أن نمر إلى الحالات التي تكون فيها الدارة الكهربائية فالدارة الكهربائية في هذه الصورة كما هو مبين في حالة لا عمل إذن لماذا هي ليست في حالة عمل هنا نعرف مفهوم الدارة المفتوحة ومفهوم الدارة المغلقة فالدارة تكون مفتوحة يعني هذا أنها ليست في حالة عمل أي في حالة راحة يعني بتعبير آخر أنه يوجد فصل في عناصرها في نقطة منها يعني في مكان ما يوجد فصل لا يوجد وصل هذا الفصل يستعمل أو يكون على مستوى القاطعة وماذا تعمل عندما تكون جميع عناصر الدارة الكهربائية موصولة ببعضها البعض إذن سنشغل هذه المحاكات وبالتوازي نشرح ما يمكن شرحه إذن هنا نبين بأن الدارة ليست في حالة عمل نغلق القاطعة نعم لاحظ أننا نغلق القاطعة بمعنى نغلق الدارة فنلاحظ دوران المحرك إذن المحرك يدور فالدارة مغلقة فهي في حالة عمل لاحظ ما سنفعل غيرنا توصيل المحرك بقطبي البطارية في المرة الأولى كان في التوصيل بشكل عكسنا التوصيل ماذا حدث ذلك أو ماذا حدث نتيجة ذلك لاحظنا أننا حينما قالبنا توصيل البطارية بالمحرك تغير فيه اتجاه دوران المحرك ما الذي نفهمه من خلال هذه التجربة نفهم أمرين أو نستنتج نقطتين النقطة الأولى أن الكهرباء يتحرك أو يسري في نموذج دوراني بمعنى إذا كانت الدارة مغلقة يمر اذا كانت مفتحة لا يمر هذا يدل على أنه يتحرك حركة دورانية يعني في دائرة أو في دارة مغلقة حينما نتكلم عن أنه يتحرك في دارة مغلقة يطرح السؤال الموالي هل له اتجاه واحد أم يتحرك بشكل عشوائي في اتجاهين كيف إذا من خلال دوران محرك في الحالة الأولى اتجاه أقارب الساعة ولما عكسنا توصيله بالبطارية يتغير اتجاهه اتجاه دوران فهذا يدل على أنه اه اه اتيار الكهربائي له اتجاه ثابت استولح على أن هذا الاتجاه هو من الموجب إلى السالب في الدارة الكهربائية أي اتيار الكهربائي يخرج في الدارة الكهربائية من القطبة الموجب ليتجه نحو القطبة السالب في الدارة نقول قلت في الدارة الكهربائية وليس داخل المولد إذن هذا بالنسبة للاتجاه الذي يسر فيه التيار الشهربائي وهو الاتجاه الاستلاحي المتفق عليه بعد ذلك ننتقل إلى التمثيل كيف نعبر عن اتجاه التيار أكيد سنعبر عنه بسهم يعبر عن اتجاه دوران التيار في الدارة الشهربائية إذن هنا هذه المحاكاة تبين لنا أن الكهرباء الدقائق أو التيار يخرج من القطب الموجب ويسر في الدارة ليعود إلى القطب السلب لاحظ نقلب للقطب سيتغير الاتجاه لاحظ دائما من الموجب إلى السلب في المرة الأولى الموجب كان موافق لعقارب الساعة الآن الموجب معاكس لعقارب الساعة إذن فتغيير اتجاه التيار هنا سببه تغيير التوصيل تغيير اتجاه القطب إذن بعد ذلك قلنا نمر إلى التمثيل مخطط الدارة الشهربائية وتوضيح اتجاه التيار الشهربائي على المخطط إذن سننتقل إلى المخطط نعم إذن هذه الرموز النظامية للعناصر التي سنستعملها لدينا رمز المحرك إذن سنأخذ المحرك رمزه ونضعه في المخطط في المكان المناسب له أما ما هو موجود هنا هذه رموز الأسلك الكهربائي ثم ننتقل إلى الرمز النظامي للمصباح إذن سنأخذ المصباح هذا هو رمزه النظامي وسنضعه في مكانه المناسب مكان المصباح هذا هو ثم بعد ذلك نأخذ أحد العناصر الأخرى المولد في مكانه الصحيح أخذنا هذا الرمز ولم نأخذ هذا لأن هذا موصول بشكل معكوس إذن هنا الموجب في الجهاز سفلاء وهنا اتجاه التيار نعم من الموجب إلى السالب سنأخذ القاطعة تكون مغلقة لأن المحرك في حال تعامل في حال دورة إذن هذا هو التمثيل باستعمال الرموز النظامي هذا تمثيل دارة كهربائية ذات محرك ومصباح على التسلسل في حالة عمل يعني الدارة مغلقة هنا استبدلنا المحرك بصمام ثنائي لكي نعرف دور الصمام ما هو لاحظ في هذه الحالة غلقنا يتوهج المصباح سنقلب التوصيل نعم نلاحظ أن الدارة لا تعمل لماذا؟ لأن الصمام له دور محدد وهو يسمح بمرور تجاه التيار في اتجاه واحد يعني إذا كان الاتجاه موافقا للدخول فإنه يمر إذا لم يكن كذلك فإنه لا يمر إذن مثلا نوضح هنا بالمخطط إذن هذا هو تمثيل الصمام عندما يكون القطب الموجب مع قاعدة الصمام فهذا هو المدخل بمعنى هو في هذه الحالة يمر التيار الكهربائي ويتوهج المصباح والدارة مغلقة وتعمل بشكل عادي الصورة الثانية لاحظ أننا قالبنا الموليد بمعنى أن التيار سيأتي بالجهة العكسية ويمر من القمة يعني من هذه العارضة عند هذه العارضة لا يسمح الصمام بمرور التيار الكهربائي وبالتالي فهنا لا يمر التيار في هذه الدارة إذن هذا بالنسبة إذن هذا بالنسبة لوظيفة الصمام هنا يعني هنا الصمام على خلاف المحرك المحرك تغيرت تجاه دورانها عندما عكسنا لكن الصمام يسمح بمرور التيار في جهة واحدة إذا جاء التيار من الجهة العكسية فلن يمر في هذه الدارة هذا بالنسبة للمفاهيم التي أردنا أن نناقشها في هذه الحلقة وفي هذا التسجيل إذن نواصل ماذا بعد هذا المخطط ماذا لدينا قلنا خلاصة هذا النشاط يبين لنا مجموعة من الموارد المعرفية هي أن تكلمنا عن مفهوم الدارة الكهربائية دارة الكهربائية هي مجموعة من العناصر المتسلسلة مع بعضها البعض والموصولة بمولد كهربائي على الأقل مولد واحد على الأقل فهذا المفهوم يعني متى تكون الدارة في حالة عمل إذا كانت الدارة مغلقة تكون الدارة في حالة عمل بمعنى يمر التيار إذا كان الدارة مفتوحة لا يمر التيار وهذا يدل على أن التيار الكهربائي له نموذج دوراني أي يتحرك في الدارة المغلقة ولا يسري في الدارة المفتوحة الأمر الآخر استعمال النموذج الدوراني يطرح علينا تساؤل عن اتجاه الدوران هل هو اتجاه ثابت أم يتحرك بكيفية عشوائية وجود المحرك في الدارة الكهربائية ووجود الصمام في الدارة الكهربائية يثبت ويبين لنا أن اتجاه التيار الكهربائي ثابت ويكون دوما في الدارة الكهربائية من القطب الموجب إلى القطب السالب إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التسجيل في الأخير أسأل الله العلي القادير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا